اليوم غندوي على واحد جريمة قتل غريبة حيث ان عداء قتلات شراجن هي من عائلة فقيرة جدا كانت من بطلات العدو الريفي في واحد الفريق كيسير وبطل مغربي معروف وقعت في واحد مدينة ساحلية وقدرات تحقق هذا للعداء نتائج باهرة في موصر بقاة مختلفة قبل ما تضيع حياتها الشباب ديلها وحتى قبل ما تصل سن الرشد دارت علاقة مع شي شاب كبير عليها ب12 عام تعدى عليها جنسيا وفتد البكاء عليها وتسبت العلاقة الجنسية المتكررة بينهما في حملها هدها الزل العاطفية القوية بين عداء والشاب مقطعت العلاقة بينهم ومجرد ما خرج من الحبس رجعت معه برغم كل شيء وزالت الامور ضبابية بعد ما رجع لها وطالت مدة العشرة ومدر احتاجه هنا في المبادات كانت تفكر بتنتقم منه وشحال من المرة قتليه في وجهه شحال ما طالت زمان غادي يقتلك وهذا الشي اللي كان في ديك النهار لكحل غادي يغير مجرحياتها ويحولها رأسا على العقب كانت الساعة تشير الى السابعة والنصف الليلين من اللي تسمع الغوات في دروتش عمارة بحي شعبي كان ديك الشاب مازال كيدرب برجله وحرارة الموت مازال شده كان مازال كينزف دم كثير كانت العداء احداه كتحاول تلقي ضحيته لكن الفوت فات لانها ضرباته للمنطقة الحساسة ومد ضحية وتشجرت الجثة هذه اللي بس تتشرح وتشدت العداءة وقضاعات حياتها